متغيرات كبيرة على الساحة الإقليمية والدولية يتزامن معها تشكيل الحكومة المصرية الجديدة والتي ترتبط في جزء كبير منها بمواصلة وتيرة التنمية وفي جزء آخر بالمستجدات العالمية الأخرى وفي ضوء الحاجة الملحة إلى مواجهة ما يطرأ من أزمات كبيرة لا يمكن الانفصال عنها جاءت الحاجة لدبلوماسية قادرة على بناء الجسور وتقوية العلاقات والاتزان المطلوب لإدارة أي أزمات وسط متغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تسعى الدولة عبر الحكومة الجديدة لمواصلة سياساتها الخارجية المتوازنة بما يضمن تحقيق مصالح الشعب المصري ويحافظ على مكانة مصر الدولية المرموقة في هذا السياق أكدت الحكومة الجديدة عبر رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربية وكذلك دول الجوار الجغرافية على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية اتصالا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل ازتطلع مصر بدور هام فيما يتعلق بأزمات المنطقة ككل وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة وخطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة الاستراتيجية الخارجية لمصر تستهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية والاطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي وضمن أطر عمل الحكومة الجديدة تستهدف مصر السعي الحثيث لتعظيم الشراقات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر حديثا حيث يعزز الانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصا جديدة للتعاون في مختلف المجالات وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مع الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف كما تستهدف الحكومة من خلال برنامج عملها مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب لا سيما في إطار الأمم المتحدة وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية والتنصيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه وبناء قدرات الدول في هذا المجال اشتركوا في القناة